بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء سنوات رابعة متوسط أهلا ومرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات والفيزياء أيضا ما زلنا معكم مع حل تعلوضعية تحت تقويمية لسنوات الرابعة متوسط طبعا على البيجي سيدي وفيه أيضا هتدخل قتلكم كما قتلكم شوفنا تدخل فيه قواسم عدد طبيعي تدخل أيضا فيه خاصية فيتاغورس وتدخل فيه الجذور شوفوا معي بعد ما حلت لكم الجزء الأول هو كان على السؤال الأول نقرأ لكم الوضعية قاعة مستطيلة الشكل طولها 5.40 متر إذن وعرضها 4.14 متر أراد صاحبها تبليطها ببلاطات مربعة الشكل السؤال الأول يقول أنت بدورك اقترح الأبعاد الممكن اختيارها للبلاطات دينا فيه جزء واحد ثم بعد ذلك السؤال الثاني دينا في الجزء الثاني إذا يقول إذا علمت أن صاحب القاعة قرر تبليطها بأقل عدد ممكن من البلاطات المربعة الشكل ما هو طول ضلع البلاطة الواحدة؟ ما هو عدد البلاطة اللازمة؟ أتمنى فقط أنكم استفدتوا من هذه الوضعية اليوم أجبت لكم السؤال الأخير وهو السؤال الثالث يقول ومن أجل تزيين أرضية للقاعة اقترح تزيين البلاطات بوضع شريط ذهبي على قطر كل البلاطة طبعا إحنا لقنا حسب السؤال الثاني أن البلاطة طبعا طول ضلعها هي 18 سنتيمتر وهو القاسم المشترك الأكبر للعددين 540 و414 يقول ساعدهم في حساب الطول المضبوط لقطر البلاطة الواحدة من الشكل أجدر ثنين حيث أعد طبيعي ثم حساب الطول الكلي للشريط اللازم استعماله من أجل ذلك نبدأ في السؤال الأول هو حساب طول المضبوط لقطر البلاطة ورح نحسب الطول ونشرح لكم لماذا طول يبع المضبوط شوفوا معي إذن تكتبوا دائما في الحل النموذجي حساب الطول المضبوط لقطر البلاطة حنا عدنا البلاطة كانت مربعة الشكل إذن طولها 18 سنتيمتر إذن كل الأطوال بما أنها مربعة الشكل رح تكون كلها 18 سنتيمتر لأن المربع له جميع الأطوال تاعه متساوية إذن ثم بعد ذلك هنا عدنا كل الزاوية تاعه قائمة إذن رح ندير القائمة هنا يا لأنني استفاد رح نستعمل هذه الزاوية القائمة في إيجاد الطول يقول أحسب الطول المضبوط لقطر البلاطة إذن هذه هي البلاطة القطر التاحة هو هذا إذن هو أحد الأقطار تاع المربع يقول أحسب الطول المضبوط لقطر البلاطة هنا باش نستعمل إذن لازم نذكر أننا رح نسمي هذا القطر نسميه R أكتب لكم R هو قطر المربع أو البلاطة إذن علي إيجاد طول قطر البلاطة لهو R إذن كيف نحسبه؟ نحن شفنا في السنوات الثالثة درسنا خاصية في تاورس بالنسبة للمثلثات القائمة رح نعتبر المثلث القائم تاعي مثلا نسميه هنا A B C إذن نقول دائما كنا نستعمل خاصية في تاورس لازم نذكر المثلث أنه قائم ما نكتبش مباشرة حسب خاصية في تاورس لا نقول في المثلث A B C القائم في B حسب خاصية في تاورس لدينا وش تقول خاصية في تاورس؟ تقول أن القطر مربع أو الوطر مربع وش يساوي؟ يساوي مربع الضلعين الآخرين يعني R مربع رح يساوي لي CB مربع زائد AB مربع إذن نكتب وش ندير بعد ذلك؟ نحن عدنا AB ماذا يساوي؟ يساوي 18 ثم BC يساوي 18 إذن نعوذ ندير عملية تعويض فقط إذن R مربع يساوي AB قلنا 18 إذن رح يصبح لي 18 مربع زائد BC أيضا 18 إذن نكتب 18 مربع 18 مربع هنا بما أنه هنا عندي 18 زائد 18 ممكن نستعمل آلة الحاسيبة ونحسب 18 مربع ونلقاش حد تساوي 18 مربع ونجمع لا، هنا ندلكم حيلة بسيطة هنا رح نكتب R مربع داعي لأنني نستعمل الجذور نكتب كما نقول لكم مثلا من R مربع يساوي A مربع زائد A مربع هنا ماذا يساوي؟ رح يساوي أقول R مربع يساوي 2 من A مربع ثم نكتب 2 في 18 مربع ثم بعد ذلك R ماذا تساوي؟ رح تساوي الجذر التربيعي هكذا لاثنين في 18 مربع هنا رح نستعمل خواص الجذور وشيقول خواص الجذور؟ كي يكون عندكم جذر A في B نكتبه لكم هنا جذر A في B ماذا يساوي؟ رح أفكك يساوي جذر A في جذر B نستعمل هذه الخاصية وفكك الجذر إذن R تاعي رح يصبح يساوي جذر 2 في جذر 8 مربع 18 مربع مرة أخرى نستعمل إحدى خواص الجذور تعمد باش ندلكم طريقة هذي باش نشرح لكم إحدى خواص الجذور عدنا أيضا خاصية تقول أن الجذر التربيعي لأ مربع دائما كي عندما يلتقي الجذر مع المربع يروح الجذر ويروح مربع ويصبح يساوي A إذن أستعمل هذه الخاصية وبالتالي R تاعي ماذا تساوي؟ جذر قلنا 18 مربع تساوي 18 نبدأ بالعدد ثم نكتب جذر 2 وبالتالي R تاعي قلنا أنه يمثل قطر المربع إذن هنا R يساوي 18 جذر 2 إذن R تاعي كتبته على شكل A جذر 2 وقال تاعي يقول في التمرين أن A عدد طبيعي مع A يساوي 18 طبعا هنا نقول الطول المضبوط لماذا طلب مننا المضبوط؟ كي يطلب منكم الطول المضبوط ما نحسبش جذر 2 يعني بالفاصلة نعلم أن جذر 2 هو 1.14 ما نكتبش 18 فيه وندير بالفاصلة هذا ما يقصده كي يقول لكم حساب الطول أو القيمة المضبوطة كي يطلب منكم القيمة المضبوطة تخلوا الناتج بالجذر يعني ما نكتبش نحسب بالفاصلة جذر 2 فيه 18 ونلقها بقيمة تقريبية أتمنى فقط أن أكون موثقت ممكن أحدكم ما يديرش طريقة تاعي وش يدير؟ يحسب 18 مربع ويحسب 18 مربع ويجمع العددين رح يلقاه إذن هنا رح نلقاه 324 زائي 324 تصبح لكم 648 جذر 648 ولكن حذاري جذر 648 مرة أخرى لازم أفكيكوه نقصو على 2 لا يخرج لي الجذر 2 إذن حذاري استعملت لكم هذي باش يجيكم أسهل وشوفنا أنها خرجتنا الجذر للعدد 2 ممكن نكتبها لكم طريقة ولكن قبل ذلك رح نحسب الطول المضبوط لقطر البلاطة هو 18 جذر 2 سنتيمة لا ننساش الوحدة إذن هنا فقط L اكتبو خير طول قطر المربع أو طول قطر البلاطة إذن بعدما كتبت الإجابة على هذا السؤال كتبت الطول المضبوط لقطر البلاطة هو 18 جذر 2 رح ننجيكم طريقة ثانية للحساب باش اللي يحب يدير طريقة هذي يدير طريقة هذي أم اللي يحب يدير طريقة أخرى يستعمل طريقة أخرى إذا نركزوا معي أحبائي نعود طريقة الحساب طريقة أخرى نكتب طريقة ثانية إذن دائما باستعمال خاصية فيتا غورس في المثلة القائب A B C القائب في B دائما الوطر مربع يساوي مربع ظلعين مجموع مربع ظلعين الآخرين إذن عندي R مربع يساوي A B مربع زايد B C مربع مع A B تساوي B C و يساوي ثمانية عشر لأنه مربع إذن نبدأ في عملية الحساب وعوض A B قلنا أنه ثمانية عشر إذن ثمانية عشر مربع زائد ثمانية عشر مربع ثم بعد ذلك ممكن استعمال على الحاسيبة كن نحسب ثمانية عشر مربع سخرج لكم ثلاثمية وربعة وعشرين زائد ثلاثمية وربعة وعشرين هننسهلكم الطريقة اذا ار مربع يساوي كن جمع العدادين يخرج لثمانية وثمانية وربحين الان راح ندير ار تاعي انا حبيت نحسب ار ار هو الجذر التربيعي لستمية وثمانية وربحين هنه مطلوبس منه ان اجد قطر البلاطة على شكل اَ جذر اثنين هنه ما معنى ذلكا معنى ذلكا راح نقسم العدد الموجود داخل الجذرة على اثنين إذن يصبح أر تاعي يساوي جيدر نقسم 648 على 2 وش يمجلي؟ شوفوا ما هيعتذر 648 إذن نقسم 648 على 2 رح يخرج لي 324 إذن 324 في 2 قلنا التلميذ الذاكي رح يقول أن في 324 ما هو إلا 18 مربح إذن أر تاعي رح يساوي ممكن كتابته على شكل 18 مربع في 2 لماذا استعمل 18 مربع؟ باش نخرج وراء الجذر شوفوا معي وفكك الجذر إذن شوفوا معي إذن رح يصبح جذر 18 مربع في جذر 2 قلنا أن جذر 18 مربع هو 18 تصبح أر تاعي تساوي 18 جذر 2 وبالتالي تحصلنا على نفس النتيجة إذن حبيت ندلكم الطريقتين باش بتقولوش مستاذا أنا حبيت ندير طريقة هذي ولا طريقة هذين ثم تختاروا الطريقة الأسهل لكم إذن نجي للسؤال آخر شوفوا معي السؤال آخر يقول ثم حساب الطولة الكلي للشريط اللازم استعماله من أجل ذلك شوفوا معي نعاود سؤال الثالث يقول من أجل تزيين أرضية القاعة اقترح تزيين البلاطات بوضع شريط ذهبي على قطر كل بلاطة إذن رح يضع على كل قطر بلاطة بلاطة أو بلاطة وضع شريط ذهبي إحنا لقينا الطولة المضبوط لقطر البلاطة وإحنا حبينا نحسبو الطولة الكلي للشريط إذن هنا وش راح ندير بما أن في سؤال الثاني لقينا عدد البلاطات اللازمة هي 690 إذن هنا ما علينا إلا أن نضرب 690 في الطولة المضبوط لقطر البلاطة إذن شوفوا معي الشكل شوفوا معي باش تفهموا أكتر وأكتر هنا نعتبر أن هذه هي القاعة رح يضع على قطر كل بلاطة هنا كل قطر بلاطة رح يدينها شريط شريط هكذا شريط هنا عدنا طول هذا الشريط وحنا عدنا أيضا العدد الإجمالي اللازم لطبليط هذه القاعة هو 690 إذن كيف نحسب الطولة الكلي للشريط رح نضرب قطر كل بلاطة هنا يحسن القيناه طول كل قطر في عدد البلاطات اللي هو 690 أتمنى فقط أن يكون واضح إذن نكتب العملية إذن شوفوا معي في الجواب رح تكتبوا حساب الطولة الكلي للشريط اللازم استعماله نقول لدينا العدد الكلي للبلاطات هو 690 بلاطة والطولة المضبوط لقطر البلاطة هو يعني الواحدة هو 18 جذر 2 سنتيمتر منه إذن رح يكون الطولة الكلي للشريط هو إذن نكتب إذن ندير العملية قلت رح نضرب عدد البلاطات اللي هو 690 جودة 18 جذر 2 إذن هنا كيكون عندكم عدد طبيعي في عدد عنده جذر رح نضرب العدد مع العدد إذن 690 في 18 باستعمال الآلة الحسابة رح يخرج لكم 12 ألف وربعمائة وعشرين ما ننساش جذر 2 خليه كما هو إذن ما هو طول الكل للشريط رح يكون 12 ألف وربعمائة وعشرين جذر 2 سنتيمتر نكتب القيمة المضبوطة إذن نكتب الجواب إذن بعدما كتبنا الجواب لهذا السؤال أكون عند نهاية هذه الوضعية أتمنى فقط أنني وفقت في الشرح المبسط لهذه الوضعية وأنكم رح تستفدوا منها سلام الله عليكم لا تنسونش بالتعليقات الجميلة واللايكات واشتراك كل هذه الفيديوهات مع الأصدقاء والإحبة والأقارب سلام الله عليكم مرة أخرى إلى الملتقى إن شاء الله